صباح الخير او مساء الخير عليكو ايا كان الوقت اللي انتو تسمعو في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقولوكو اهلا وسهلا. اه بقولك لو انت رسا جديد معينا واول مرة تسمعنا. اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلح كل جديد. اه بشكركم. اه بحب تعليقاتكم الايجابية. اه اه كمان الناس الاتدعيلي كتير. انا جمان بقولوكو ليكم مثل ما قلت ان شاء الله. اه انا كمان بحبوكو كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطسية. اه لموليد برج سرطان. ان شاء الله. اه وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. واه واه هتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعاطسين الزباب. اه سواء في زواج او لقة في الفترة اللي جاية او ارتباط. او في رجوع ولا لقة في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السرطان. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة في طاقتك اه اه طاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة الحظ. اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كتير اوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من الكراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير اوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ. شايفك كمان برج السرطان. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي. اه سواء عقرب سرطان حوت. اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن. او انت اصغر منه. اه ومش شرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخصا مختلف عنك يعني في طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه في عرض حب جايلك. اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع. اه اللي بعد كده بيقولك انت جايلك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رخاء في اتكرار. اه في حياة سعيدة جدا. في شخص انت منفصل عنه هو بيرقبك لبعضكو. هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب الانفصال كان مادي. اه انا شايفية بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفسه. عايز يجي لك اه وهو يعني عايز يجي لك فوق وهو يعني هو سابك وهو في حالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص وهو بيشتغل على ده حاليا. ده بالنسبة لبعضكو وده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد. آآ برج العزراء. برج الاسد ظاهير لمرتين. العزراء. الخوس. الجوزاء. الحوت آآ وبرج السرطان. ممكن بعضكو بيتعاني مع شخص زي برج السرطان برج السور. آآ دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. الطاقات مائية هوائية آآ الترابية. والنارية برضو موجودة زي ما قلت في الكس وفي الاسد. آآ نبدأ مع بعض الكراءة. آآ الكراءة يعني انا شايفة للبعض آآ يعني كتير ظاهر عندي آآ منفصلين. حتى في الطاقة. كتير ظاهر عندي منفصلين. انت في وضع انفصال يا برج السرطان. آآ انت بتفكر في الشريك جدا. آآ بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. آآ ممكن كمان دي طاقة الشريك. هو كمان بيفكر فيك. يفكر في ذكريات. يعني الاكتر التفكير في ذكرياته. او حاجات جميلة حصلت بينكو. انفصل ده حصل كمان آآ ممكن يكون آآ كان فيه مشادات آآ كلامية. كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني. او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه يعني آآ كلام حاد. بمعنى اصحتي غضب آآ فيه كلام حاد آآ فيه مع كده. فيه زعل وفيه ندم. آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته. وآآ فيه ندم كبير. فيه زعل. آآ فيه زعل على العلاقة نفسها. فيه زعل على الشخص نفسه. آآ في آآ آآ زعل على على ذكريات. آآ انت والطرف التاني آآ يعني زعلتوا قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلته لبعض. ده للبعض منكم طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. آآ آآ بعضكم يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية. او فيه اطراف تانية تدخلت العلاقة. آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. آآ الطرف آآ التالت عاطفي بشكل واضح. عشان اكون صريحة معاكم. مش طرف تالت عاطفي بشكل واضح. لكن فيه طرف تالي. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. آآ ممكن يكون كمان اللي بعضكم. آآ حصل نقل كلام ليك او للشريك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ آآ يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيط. فيه حد منكو طيب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان. وهو حزين. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي ماشي من العلاقة سواء انتا. او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. آآ ماشي زعلان وحزين و آآ آآ ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مفتاحة قدامي حاليا هي انا شايفاها فيها انفصال آآ شايفا لحد ده مشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع بورج اسد. آآ 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 عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي. يعني عايز تدي وشي تاني خالص وتبين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مختائب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة وغمود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب ومتبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 تواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ 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 رجوع آآ بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طالع لك آآ يا برج السرطان احسن آآ آآ كرت في آآ في العلاقات العاطفية اللي هو الثينوف بانتكالز. ثينوف بانتكالز ده علاقة نكحة ومستقرة آآ آآ فيها بتسيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضوكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من تستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاتشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ 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 من اتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضوكو آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكوني بديت اكتر من اللازل فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ 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 يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيعمل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ آآ رد الفعلي يعني انت مش تعمل فعلي بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح لان هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا فصفر يعني انت فصفر او هو آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ بصفر آآ ومشي لصفر ممكن صفره ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكم آآ يعني هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الطارو آآ موجودة في القراءة دي فانت هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعذاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحفن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكم الشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار بليك او الزميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العاذبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواه لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ 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 للبعض منكم للعاذب اللي المنفصلين بيوجه عام آآ القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعاذبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او فيه حبة او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عامة فيه رجوع آآ فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان آآ فيه آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عايزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما 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 تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص يضميدك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك آآ جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنامش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في اولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ آآ شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد المات لحد المات كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ حاول بعضكو ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ آآ اكبر منك آآ او يكون حد كبير في الليلة او يكون آآ آآ يعني آآ حد التصد فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تسمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكو هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف آآ محتار بين حاتين ومش قادر يختار ومش قادر يكرر آآ فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله شكرا 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 شكرا